كنت مدربا لسيمبا وكان هناك لاعب متقلق مع سيمبا اسمه ميكي سوني انضم ليه النادي الاهلي ولم يوفق ثم طلبته مع فريق أبهى السعودي وايضا لم يوفق وعادة مرة أخرى للنادي الاهلي كان واحد من المواهب اللي موجودة في القرى الأفريقية محليا ولكنه لم يقدم أي شيء للنادي الاهلي في رأيك ما هي الأسباب من الصعب أن أشرح ذلك ممكن أن يكون ألقى أقلم مع المناخ العام في الأهلي من المحتمل لأن المدرب رحل وجاء مدرب آخر ولكن أنا أظلم اقتنعا أن ميكي سوني هو لعب جيد ولديه القدرة على أن يقدم ما يفيد الفريقة لديه كل الإمكانيات للنجاح ولكن للأسف مع الأهلي لم يحصل على عدد كبير من المباريات لألعاب اللي يقدم نفسه وفي أبهى قدم مستوى جيد في البداية أفهم من ذلك أنه في المستقبل القريب ممكن تطلب ضم لفريق الوداد أفهم من ذلك أنك ممكن تطلب ضم لفريق الوداد في المستقبل القريب حتى الآن لا لا أستطيع أن أقول ذلك مع الوداد سوف نرى مع نهاية الموسم ما الذي نحتاجه وسوف نفكر في التدعمات الجديدة التي نحتاجها وفقا للإحتياجات الفنية لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين يمكنها أن تنهي الموسم بشكل جيد أعتقد هؤلاء اللاعبين أنفسهم النواء التي ستكون تكمل معنا الموسم القادم أيضا هناك خليط جيد بين لعبي الوداد ما بين خبرات ولعبين صغر في السن بالنسبة لي ليس الوقت المناسب لكي أقول من الذي سأحتاجه في الموسم القادم ومن الذي لن أحتاجه لدينا الآن الدوري المحلي في المغرب ودوري الأبطال وأنا سعيد جدا بالعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين من المغرب في فريق الوداد المغربي ترجمة نانسي قنقر